رئيس دولة عانت من كم من التحديات لمدة أربعين سنة قبل توليه وزيادة بالمناسبة يعني وتولى دولة تقريباً على الحديدة وشرح كل اللي كان الدولة بتعاني منه وحجم التحديات اللي كانت وقتها راهنة ما بين قسين كبار ثقال فيها الإرهاب اللي كان مهدت كل واحد فينا مهدت كل بيت مصر يعني وجمه بقى الأوضاع الاقتصادية والوضع السياسي أمام المجتمع الدولي ويوه فبيقولك آدي التحديات اللي استلمنا بيها البلد ودي اللي وصلنا له ده اللي احنا وصلنا له ده خيال بالمناسبة يعني كده هو مين فينا فتوة بقوة اسم الله عليه اسم الله عليه حلم أصلاً يبقى فيه عندك حاجة زي مونورييل وقطر كهرباء مين فينا حلم بمشروع اسمه الدلتة الجديدة على اتنين ونص مليون في الدال ده غير اللي في سيناء غير اللي في تشكا غير اللي على بقية خط الصيب مين يعني مين فينا حلم أو كتب وبالمناسبة أنا بقول لها بقى الكلام ده ده تحدي شديد الوضوح مين فينا جيل أكبر قدي جيل أصغر كتب مقال على ان احنا محتاجين خد بالي محتاجين 24 مدينة كبيرة جديدة نقدر ننقل فيها علشان خلاص الشريط الدهي كله كان بكتب ايه يجب أن نجد حلولا للإزدحام والإكتظاث داخل المحافظات متى ننتقل من الشريط الضيق حتى بقى مصطلح مبتزل بقى خلاص كلمة مبتزل دي مش كلمة عيب مكاتور استخدامه بس ده اللي كنو بنكتبه 40 سنة ما بنعملش غير كده بالمناسبة يعني لما ديجي نتكلم على الشريط الضيق ما عندناش اي حاجة غير الخروج من الشريط الضيق متى نخرج من الشريط الضيق كيف نخرج من الشريط الضيق حدش فينا حط حلول ما حدش فينا حط حلول تالت ما حدش فينا حط حلول فجات دولة حطت حلول ورؤة يبقى انا عملت ايه لا ده ما كانش في حلمي ما ده هنا المنطق بقى طالما هو لوحد فينا حط حلول وبعد كده جات دولة حطت حلول ورؤة وتحولت الى واقع فعلا ملموس يبقى حلم ضرب من دروب الخيال وتحول الى واقع نفس القصة زي ما بقولك كده على طرقي وكبرية وأطراطي ووسائل نقلي وبتأكده ده ملف مذهل إلى أبعد الحدود 24 مدينة زكية عندنا احنا حكومة إلكترونية عندنا احنا انا مش بقولك كده عشان احنا قليلين لا ده احنا مصر عظيمة وكبيرة وما حصلتش وما حصلتش وما حصلتش